نحن نتكلم عن حدث السقوط السقوط دي كلمة استخدموها الأباء لشرح خطية أدى محاوة لكن فكرة كلمة السقوط معناها أن الإنسان كان فيه مرتبة وتهبد منها سقطة فالسقوط ده كلمة أساسية عشان نفهم إزاي أنه كانت البشرية مدعوة لحالة من القداسة والأبدية وبالإرادة الحرة وبفعل الشيطان حصل السقوط لأن ربنا أدى حرية للإنسان السقوط زي ما شرحنا المرة اللي فاتت كمقدمة معناه ببساطة أن الإنسان خلق حرة مستمتع بالنعمة والمعرفة الإلهية قابل للتشبه بالله والنمو في القداسة بحسب الشبه اللي فيه لكن معا وصية بتقول له ما تاكلش ويوم تأكل من هذه الشجرة موتا تموت حسب النص اللي حكاه لنا موسى النبي في سفر التكوين الحية بتدخل وبتتكلم طبعا لأن الشيطان بيستخدمها هنا فبتنطق وتخاطب حواء وتبتدي إيه تغريها بالسقوط وحواء تنظر إلى الشجرة نظرة فيها شهية للنظر بهجة للعيون فبتدت تشد انتباهها وبتدت بقى يتميل لهذه الشجرة وأطفت ودت آدم وحصل السقوط لأنه بمجرد كسر الوصية التشوه في الطبيعة حصل النعمة اللي كانت حفظاهم تراجعت انفصلوا عن الله ده تعريف الخطيئة بقى في الكتاب المقدس فمجرد هذا الانفصال عن النور أو النعمة اللي كانوا فيها حسوا بالعري على طول دوروا يستخبوا عملوا بقى وراء التين كده في محاولة للاختباء وبقينا نسمع أن هما بيدوروا يستخبوا